موسيقى إنقال نواصم السياحي من طرف وزارة السياحة مبينها تأجيل خلاص أقصد القروض مبينها منح قروض جديدة تسدد على سبع سنوات مبينها إعادة جدولة ديون المؤسسات السياحية من غير ما ندخل في التفاصيل حذف طبع الجبائي الموظف على الأجانب في المجال الاجتماعي تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي للفئة المؤسسات التي تحافظ على أعوانها هل تم اتخاذ تم تطبيق هذه الإجراءات؟ فعلا تأخر شوي وما اليوم كل الإجراءات التي خارجها على نتاق القانون التكميلي للميزانية منتاع 2015 لكل بعض منشير من البنك المركزي للبنوك بالنسبة للدفعات وتأجيل الدفعات وععادة جدولتها ثم القرار كذلك بإعطاء قروض للفنادق التي هي في حاجة لي هذا وقع التفعيل من نهار الجمعة تعشية شيء ثاني بالنسبة للوزارة سي فهو تأخر معناها سي ردوين أخر شوي التفعيل تأخر شوي وما لكن مازال اللي يصلح هي الإجراءات كلها الإجراءات كلها بما فيها الإجراءات اللي عندها هدف اجتماعي باش تكون هدفها الأساسي هو المحظة اللي دي العاملة وتجنب كل الصعوبات الاجتماعية اللي قد تحصل من تسريح العمل وهذا باش يصبح مؤكد أكثر لأنه تواسيحة داخلية والسياحة الجزائرية باش تكون خاصة مركزة على شهر أوت بعد في شهر سبتمبر السوق الأوروبية في تدهور كبير يسر باش نعطيك فكرة على التدهور منتع السوق الأوروبية بعد 26 جوان من أول جويلة إلى 20 جويلة وقرنت بسنة 2014 ثم نقص بـ 73% بالنسبة للحرفاء الأوروبوين 73% في 20 يوم مقارنة بنفس المدة متعة من ناول المتعة 2011 اللي هو ما كانش أكزامبل كبير 2014 ما كانش منويل كان أقل من 2013 هذا يبرز مدى تأثير العملية متع السوسة على القطاع السياحي واللي في رأينا بشتواصل في سبتمبر وإكتوبر حتى الأخر السنة طيب بالنسبة لعملية السوسة طوى عندها هي صارت نهر 26 طوى عندها شهر بختيكمو الحجوزات شنحويلها تحسنتش شوية الوضعية معناها وإلا ما زلتم عاملية على السياحة الداخلي والسياحة بالنسبة للسوق الأجنبية ضعاف هي صاروما تتصل وثم أسواق ألغى تونس تماما منها السوق البريطانية والسوق البلجيكية والهولندية والدنماركية ويصيف أقل السوق الإيطالية ولهذا من رأيش كيفاش نجم السوق الأوروبية تتحسن في سبتمبر ولا أكتوبر الوضع بش يكون صعيب في أوت الأمل المتاعنا كونه تتحرك السيحة الداخلية والسيحة الجزائرية بداية الموسم بالنسبة للسيحة الداخلية بعد العيد ما زالت ماشي ورحب كيفية لازمة خانت حثوا مال عليها السيحة الداخلية خطر برشا يقول لك من التوينسة برشا تشاكيات وسغط المورة عندك معلومات في هذا الصدد يقول لك يقولوا خلي يجيوا التوينسة خلي يجيوا وكينجيوا بش نحجزو نلقاه أسوام خيالية يقول كليلة بمئة وخمسين ألف أنا تونسي من نجم مش معناها يقول لك من البرة يجي بأرخص برشا يعادي أنويتاي في تونس بأرخص يعادي جمعة أرخص من اللي نعديها أنا جمعة في تونس في بلادي معناها بالنسبة لشهر أوت الأسعار هي أغلى أسعار بالنسبة للسنة لكل والأسعار اللي نعطيها بالنقفاض تقرب برشا من الأسعار اللي نعطيها الوكالات الأسفر الأجنبية وما لكن يفتحوا خمسة نجوم في شهر أوت سعر يكون غالي برشا اللي هو قده بين قده وقده مثلا يكون بدون تخفيض يكون ما بين ميتين وميتين وخمسين دينار بالنسبة للخمسة نجوم معناها بالتخفيض يوصل ل120 دينار بالنسبة للفنادق من ثلاثة نجوم واربع نجوم السعر أقل برشا مثلا نعطيك سعر متاع أربع نجوم بخمسة وستين دينار لدمي بنسيون نصف وجبال الأسعار يلزم نفرقه ما بين النجمتين وثلاثة نجوم واربع نجوم وخمسة نجوم وفي الخمسة نجوم تم ما يمكن بعض الفنادق اللي متواجدة في الضحية متاع تونس هي اللي أغلى فنادق موجودة في طارش يقول لك كي ما في السولد معناها يقول لك لأختيك الهذية هو من أصله بسبعين دينار بغي أكزمبل يجي يحط لك خمسين دينار يشطبها ويحط سبعين كمكوارا وصوم الأصلي متاعه خمسين سبعين وإحنا رجعناها خمسين معناها فهمت دونك بالنسبة للأسوام الوطلة يقول لك كيف كيف أنا نمشيل وهي دجا بتبيعتها تتبيع بمئة وخمسين النويتين وإنا كي نمشيل يقول لك كانت بمئة أو بثلاثة مئة ألف وبالغي دوكسون سانكون بورصان بشتولي بمئة وخمسين هذي الفكرة اللي موجودة عند التوين هذه فكرة مجحة لأنه الأسعار الفردية اللي متواجدة في الفنادق معلقة في البيوت ومعلقة في مداخل الفنادق كان ثم تخفيض بثلاثين ولا أربعين ولا خمسين في المئة يظهر بطبيعته ما نجمشي نجمشي يبدل لأنه مسحة في وزارة السياحة ومسحة في ديوان قومي أنا أنا مواط ماشي بش نحجز فيوتيل كيفش نعرف اللي فام مين غير ريديوكسون وكيفش نعرف اللي ماني مش حاجة صحيحة ماني ريديوكسون الفي نجم يطلب السعر العدي متاع الفندق ومجبور بشي أعطيهولو الفندق مثلا مش حتى إشكال ومالكن ما يلزمش نقصوا على فندق ولاثنين خمسة نجوم وعندو أسعار غالية برشا ونعموها على القطاع الفندق الموج صحيحة ثم فنادق خمسة نجوم تختلف أسعارها من جيها إلى جيها ومن نزل إلى نزل المعدل متاع الخمسة نجوم بالتخفيض بخمسين في المئة يوصل إلى مئة وعشرين مئة وعشر مئة وعشرين ألف مئة وعشرين دينار لنصف الوجبة دومي بونسيون بالنسبة للتدابير اللي كنا تحدثنا عليها قبيلة لإنقاذ الموسم السياحي فما البعض اللي يعتبرها منقوصة أو جاءت متأخرة أو إلا حتى لقلك هذي حلول ذرفية نجمو نحسنو الوضعية اليوم باش الوطلة تشد رواحة هاك شوية ما رو الإشكال أكبر من هذا في تونس يقولك مثلا في تونس إشكالنا مزلنا في التوريزم دوماس مزلنا منش نخدمو على الكاليت مزلنا منش النوعه في المنتجات السياحية يزمنا إصلاح في القطاع السياحي بقطع النظر على الظرفية اللي احنا عايشيها اللي هي لزا تنطان تعبغدو الحلول هي ضرفية وهي باسمها إجراءات ضرفية لإنقاذ نوعا ما الموسم وخاصة الناحية الاجتماعية من الموسم وما لكن في نفس الوقت يلزمنا نكمل ونعمل على المشاكل الهيكلية اللي يعرفتها للقطاع السياحي واللي هي متواجدة في المديونية في تحسين الخدمات في تنويع وسائل الإيواء في تنويع المنتوج في إبراز مكونات جديدة للسياحة التونسية كل هذا وخاصة وضع برنامج تكويني هام جدا لأن مستوى الخدمات في تونس لا يزال في مستوى رديش نوعا ما ونحن عندنا المنظومة التكوين ما زالت في حاجة إلى تأهيل هي بنفسها حتى تعطي التكوين اللازم واللي يتأقلم مع مؤتفى طلبات الحريف بمعنى إنه لو كان يقول كن جيت عنا سياحة صحيحة من أصل وضربت سوسا ولا ضربت بردو خطر الإرهاب ضرب البلدين الكل معنى مش كينتونسا كهوا كلبنان كان يقارنوا روحنا بلبنان مثلا بلاد اللي معنى في أي لحظة تنجم تتفجر الأوضاع فيها لكن سياحتها ماشية تركيا وفود ووفود من السياح يوميا إذا كنت حطو على فرنسا حتى بلدين أنا أعطيتك مثلا لبنان ولا تركيا ولا أعطيتك زادة أعطيتك مثلا المغرب مثلا تفرق شوي ردة الفعل على العملية الإرهابية مثلا اللي وقع في تونس عنده تأثير كبير على المغرب المغرب العام هذا يعرف انخفاض كبير لأسباب معاش هاشي هو مباشرة بالنسبة لتركيا ردة الفعل أقل أقل لأنه عندهم مشاكل داخلية مع الأكراد وعمليات تعودوا بها وما عندهاش تأثير بالنسبة للسوع اللي ظرنا إحنا برشا كونو العملية وقعت في محطة سياحية وفي الفندق وماتوا فيها عدد كبير من السوع ردة الفعل هذه خاصة في بلاد مسلمة وفي بلاد أفريقية أرد الفعل تكون أكبر بكثير بالنسبة اليوم معناها الفكرة الوبجيكتيف توا ولا استقطاب السايح الجزائري اللي سايح متعود بتونس تعتبروا اللي التصريحات الأخيرة لنيكولا ساركوزي تنجم تزيد معناها تضر بالعلاقة بين مع الجزائر وبالتالي تأثر على السايح الجزائري في قدوم التونس أنا ما نظن عندها تأثير كبير لأن الأخوة الجزائرين يعرفوا بطبيعة الحال يعرفوا ساركوزي ويعرفوا تصرفات وتصريحات واللي تنجم تكون غير مدروسة وما تهم تونس بكل صفة وما نظن تأثر على ما بين تونس والجزائر اللي اللي ينقلوه اليوم على السوق الجزائرية كونه في اليام الأول السياحة الجزائرية ما عرفت نفس نفس التدفق كسنة الفارد ونحن نتوقع اللي في الأوت ستتحرك سياحة الجزائرية بكيفية ملحوظة وما لكن انعكاسات السياحة الداخلية والسياحة الجزائرية تكون لموسم أوت فقط هذا كالليش مردوديتها على الموسم السياحي تكون محدودة جدا لأنها تهم شهر فقط وتهم فنادق تقريبا شاغرة على خاطر في 25 جولية نسبة التشغيل في المعدل لنسبة التشغيل في تونس وفي جل المحطات السياحية ما يفوق 25% على الرغم من بداية السياحة الداخلية والسياحة الجزائرية نتوقع وكونه نسبة التشغيل هذه تتحسن وما نشوف نصل للنسب العادية منتاع 80% 90% في شهر قوت خلينا نشوف شوية هكا تفاعلات مع الباري ماي كما خالد بعثنا يميل قال الأسوام رايم زيل تنار في الوطلة التونسية وقال نعطيك الأسوام منتاع أنا مياموال يعمليون غيزيرفاسيون هو ولدو من ستوكول هبات التونس أختو حاب التخلط عليهم لقا تروحا مجبرة بيش تخلص دو فوا بلوس اللي خالصو خوها وصفامي بالنسبة الخلود صافي قال أن الهتل sont مالهرزم 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 تونسي يزم يتير درميز ودتاريف موان شر pour انكوراج للجون a خوز التونسي كم دستيناسي وقايس زيدا قال بالنسبة لإجراءات الأخيرة في القطاع السياحي ما أثرتش على السياحة التونسي ومعاملوا حتى خطوة تجاه السياحة التونسي التخفيذات وقعت وإحنا عطينا توجيه كونه التخفيذ يكون بـ 30% بصفة تلقائية عديد من الفنادق أعطاو تخفيذات أهم من 30% وما أنا متفهم معهم كونهم يجدوا على الرغم التخفيذات أسعار الفنادق غالية غالية لأنه كما قلت لك شهر أود أغلى شهر في سنة أغلى شهر على التونسا أغلى شهر على الحرف اليوم كما كنت تحكيلي السياح من الخارج ما مش قاعدين يجيوا إذا كان نتحطوا على تزيرية ولا على تونسا صحيح ولا إذا كان فما ارتفاع أسعار يكون نسبي في شهر أود على اعتبار وأنه السوق الأوروبي ما هيش جاي ما هيش لقاعد الدخل السياح أي وما السعر السعر هو مضبوط منطبل داكور السعر ما يتنحاش هذاك عليش وقع تخفيض أكثر من 30% وأكثر من 40% وما أنا كيف نشوف فندق من 5 نجوم يمكن السعر يبدو غالي وما كيف نمشي الفندق 4 أو 3 نجوم السعر يكون في متناول العديد من التونسا وجل التونسا أنا أعطيك مثال متاع فندق يعمل في دعاية في صحف 4 نجوم معقول جدا وهذا 4 نجوم 3 نجوم ونجم تين أما في أوت لأ أسعار داكور على خطر لسعار ما بين أخر ما يتغير لازم نمشي لتلاثة ولا 4 نجوم 5 نجوم يقعد أقوى من إمكانيات الثوين سا تم كاتيغوري يمشي الخمسة نجوم عندما إمكانيات يمشي الخمسة نجوم متعودين يمشي الخمسة واضح جدا تيرادوين بن سا